أصيب عشرة أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة في حافلة لدى مرورها في حي المزة غربية دمشق وفق ما ورد في وسائل أعلام سورية رسمية من جهة ثانية أفدت مصادر أعلامية مستقلة بأن الانفجار استهدف حافلة كانت تقل مجموعة من مقاتلات كتيبة المغاوير النسائية في جيش النظام السوري وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص في حصيلة أولية